معركة كسر عظام شهدت استقطابا شديدا بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري وحشد كل طرف من أجلها كل الأطراف واستخدام كافة أوراق الضغط على المستوى السياسي والأمني والقضائي لكن دون أن تحسم هذه المعركة لتبقى الأحزاب تدور في نفس الدوامة التي لن تتوقف عن قريب على ما يبدو ساحة المعركة حاليا تقلت إلى مجلس القضاء حيث جدد مقتدى الصدر دعوته القضاء لحل البرلمان وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة مستخدما ضغط تظاهرات أنصاره للرضوخ القضاء هذه المرة لمطالبه لكن القضاء المتماهي مع الإطار التنسيقي بحسب اتهام الصدر له لن يأتي بجديد وسيكرر رفضه التدخل بحل البرلمان تحت ذريعة أن ذلك ليس من صلاحيته مصادر سياسية مطلعة كشفت أن السلطة القضائية لا تملك سوى اللجوء إلى الدستور في تفسير القوانين وليس اتخاذ القرارات طبقا لمتبنيات القوى السياسية وعليه فإن مطلب الصدر بحل البرلمان لن يجد قبولا على أرض الواقع وخلافا لموقف الصدر المبدئي من حل البرلمان يصر الإطار التنسيقي على تشكيل حكومة جديدة قبل إجراء أي انتخابات برلمانية ويرفض المساومة على هذه القضية رغم مرونته في تغيير مرشحه السوداني بحسب ما أشارت إليه مصادر مطلعة لكن القضية من قبل الصدر لا تتعلق بشخصية مرشح رئاسة الحكومة إنما هو بشكل الحكومة وهيكليتها تسوية الخلافات بشكل سلمي بحسب منظور الواقع أمر في غاية الصعوبة لذلك يتهيأ الطرفان لكل احتمالات أشكال الصراع بما في ذلك الاحتكام إلى السلاح اشتركوا في القناة